صباح الخير درسنا اليوم Select صفحة 67 المرة الماضية اخذنا عن اهم المفاتيح الموجودين بلوحة المفاتيح واليوم ننكمل نحكي عن عملية Select اللي هي بما معناه تحديد النص او تضليله الهدف منه انا ما بقدر اعمل اي تنصيق او اي تعديل على جماليات النص عندي الا لما اجي اعمل تضليل اللي هي عملية Select عملية Select تتم عن طريق اني احط الكيرسر على بداية الكلام عندي او نهاية الكلام عندي بغض النظر انا وين موجود الكيرسر عندي وامشي بال الفقر drag and drop السحب والافلات فهيك بصير انا عندي زي مربع لون وازرع محاوط لي الكلمة كاملة هاي بنحكي لها احنا عملية Select عشان الغي عملية Select بك بس على اي مكان تاني على الصفحة فبطل عندي انا النص محدد هتا ارجع احدد النص عن طريق السحب والافلات بالفقرة بمشي بالفقرة بتضلل عندي النص ياريت اي حدا عنده جهاز بالبيت يخلي ابنه يجرب اللي اخدنا ويطبقه عملي وشكرا لكم اشتركوا في القناة